أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أهمية الدورة المعول على هيئة التشاور المصالحة في إثناد جهود وعمل الحكومة وتوحيد رؤى القوى الوطنية للاتفاف حول هدف استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من إيران وواستعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال لقائه بالعاصمة عدن رئيس هيئة التشاور المصالحة محمد الغيثي أولويات الحكومة مؤكدا أن عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة سيكون الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بشكل حاسم لا مساومة فيه لافتا إلى أن الصعوبات الاقتصادية الراهنة لا تحتمل وجود أي فساد من أي نوع كان وستكون الحكومة حاسمة في هذا الأمر اشتركوا في القناة